وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سائل كريم فاضل يسأل ويقول من شرب الخمر ولم يفقد الوعية هل يبطل وضوءه لابد أن نعلم يا رعاكم الله أن الخمر محرمة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن سرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة وعند أحمد في المسند والترمذي عن عمر ربن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يقعدن على مئدة يدار عليها بالخمر وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من سرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة إلا أن يتوب وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قد من جيشان وجيشان منطقة بأرض اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضه من الذرة يقال له المذر بكثر الميم وسكون زال معجمة ورفع أبراع المهملة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسكر قال نعم قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر الحرام إن على الله عز وجل عددا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار رواه مسلم والخمر لعن فيها عشرة كما عند الترمذ ابن ماج عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة قال أهل عن رسول الله صلى الله سنة الخمد عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له فهذا كله أيها الكرام الفضلاء ما يجب تقدمته أولا لكي يعلم أيها الكرام الفضلاء ما في الخمر من الشر والضر وهي تسمى بأم الخبائف عافنا الله وإياكم وأما بالنسبة لسؤال السائر الكريم أن من شرب الخمر ولم يفقد الوعي هل يبطل وضوءه بذلك هذه يتأصل عليها مسألة مهمة هل الخمر نجسة أم لا قال الشيخ رسول بن تيم مجموع الفتاوى والعلماء متفقون على أن الخمر نجسة وهذا هو قول الجمهور ولم يذكر القول الآخر بعدم نجاستها لضعفه والذي قال بعدم نجاستها ربيعة الرأي شيخ مالك والليث بن سعد الفهم المصري رحمة الله على الجميع والذين استدلوا بنجاستها عينا إنما استدلوا بقول ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريجس من عمل الشيطان فجتنبون فقالوا الرجس هو النجس ثم في القول الآخر وهو أن هذه النجاسة إنما هي نجاسة حسية أو نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية وعليه فالخمر ليست بنجس واختار هذا القول الشيخ بن عفيمين رحمة الله عليه وغير واحد من أهل العلم وهو الأقرب والعلم عند الله قالوا وذلك لعدة أشياء أولا دليل الاقتران وإن كان دليل الاقتران ليس مضطربا في كل حال ما هو دليل الاقتران هو الآية التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فقالوا بالنسبة للميسر هنا فبالنسبة للميسر هنا نجاسته ليست نجاسة عينية وقالوا إنما قول ربنا عز وجل أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فقالوا إنما هذا يكون من السكر المترتب عليها من السكر المترتب عليها ثم قالوا أيضا بدليل الاقتران في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريجس من عمل الشيطان فاجتنبوهم لعلكم تفلحون في هذه الآية فالله عز وجل جمع بين الميسر والأنصاب والأزلام وكل هذه ليست نجاسة عينية هذه كلها ليست بنجسة نجاسة عينية بالنسبة للأنصاب والأزلام ليس سهام وجماح وهذه تصنع من أشياء ليست بنجسة الأمر الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الخمر أمر بها عليه الصلاة والسلام فجرت بها سفك المدينة وقالوا وهذا إن كانت نجسة عينا فإنه لا يجوز أن تلقى النجاسة والأذى في شوارع الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام تقول لاعنين قالوا من لاعنين قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم عليه الصلاة والسلام فقالوا هنا إنما أراد النبي لمصلحة ولكي ينتشر الخبر استدرك عليهم الآخرون فقالوا لو كان الأمر كذلك فيكفي تحريمها وشوع الخبر بذلك فكم من أشياء حرمت بشوع الخبر بذلك دون أن يفعل بها مثل هذه الأشياء أيضا لما قالوا بأن النجاسة حكمية وحسية ولست نجاسة عينية قالوا فكلمة فجتنبوه هذا على قول من قال أن نجاسة نجاسة عين قالوا إنما المقصود بإجتنابها أي بالابتعاد عنها بالابتعاد عنها فلو لامست الخمر ولو لامس الكحول أيها الفضلاء الثوب وصل الإنسان به فليست صلاته بباطلة ولو عياذا بالله شرب خمرا ولم يذكر هنا وجه السؤال الذي أراده السائل ولو شرب خمرا ولم يصب بالسكر فإن صلاته صحيحة قالوا إن سكر فهنا يبطل وضوءه للسكر وليس للخمر يبطل وضوءه للسكر وليس للخمر وعليه فمن شرب خمرا عياذا بالله ولم يذكر فوضوءه صحيح ولم يبطل فوضوءه صحيح ولم يبطل وقول ربنا تبارك وعليه لذلك لا تقرب الصلاة وأنتم سكارة هنا لا ناهية تدل على تحريم تدل هنا على التحريم وأن الصلاة لا تصح هنا من الذي يشرب الخمر ويصلي ومنهم من قال صلاته تصح إذن الذين قالوا صلاة لا تصح على اعتبر أنها نجسة على اعتبر أن الخمر بقول الجمر أنها نجسة وعليه فكل نجس حرام وعلى قول الذين قالوا نجس عينية فصلاة هنا صحيحة ما لم يذكر فإن سكر بطلت بطلت صلاته لبطلان وضوءه بالسكر وعليه فنقول كل نجس حرام وليس كل حرام النجس مثال ذلك السم حرام والزجاج أكله أيضا حرام والسم أن يحتسيه الإنسان أيضا حرام ولكنه ليس بماذا ليس بنجس فلذلك نقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجس وليس كل حرام نجس أما الخنزير فهو نجس فألا ذلك يكون حرام البول والغائط نجس فلذلك يكون ماذا يكون حرام إذن كل نجس حرام وليس كل حرام وليس كل حرام نجس لو أن مثلا إنسان اغتصب ماء فرق ماء ففعل حرام لكن لو توضى به وصل فصلاته صحيحة لو أن رجل اغتصب وسرق ماء فنقول السرقة حرام لكنه لو حج بها فنقول حجه صحيح ويأتم لفعل ذلك الحرام إذن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس لكن وأن إنسان ثيابه فيها نجس وصل بها فصلاته باطل لماذا لأن كل نجس حرام لأن كل نجس حرام إذن خلاصة المسألة التي سألها السائل الكريم نقول أن الخمر من شارب خمر معياذا بالله ولم يسكر فليس وضوءه باطلا وصلاته صحيحة فإن ثكر وذهب عقله فإن صلاته باطلة لانتقاض وضوءه بذهاب عقله وصل الله عليه الحمد وعلى وصحبه وسلم وفردعوان الحمد الله رب العالمين